إن الشارع الذي أمرها بعدم لبس القفاز لم يأمرها أن تكشف يدها إلى الناس نبين هذه الجهة هنا منفكة حتى لا يقول إن أمرها بعدم لبس القفاز معناها أن يراها الناس لهذا ليس صحيحاً والذي أمرها أن لا تنتقب لم يأمرها بكشف الوجه لكن أمرها أن تغطي وجهها بغير نقاب وضحت هذه المسألة أيها الكرام الفضلاء لأن الآن تجد هجمة شرسة على مثل هذه الأمور وفهماً وتأويناً لأحاديث النبي في غير ما ظنهم ثم بعد ذلك يقال إن العلماء مختلفون أما قول القائل إن أهل العلم مختلفون في مسألة كشف وجه المرأة إطلاقاً أو في مسألة كشف وجه المرأة حول الرجال الأجانب نقول العلماء ليسوا مختلفين العلماء ليسوا مختلفين أيها الكرام الفضلاء حررت ذلك في إحدى رسائل الماجستان عندي جزاكم الله خير وكانت تتكلم عن أثر عمر في حفظه للهوية وتكلمنا عن مبحث عن الحجاب فوجدنا أن مالكاً شافعي وأحمد حتى أبي حنيف الذي لصق بمذهبه كل أمر يدل على التساهل في الدين كلهم مجمعون على تغطية وجه المرأة كلهم مجمعون على تغطية وجه المرأة العبرة بالنص لا بسؤال زيد ولا عمر من الناس العبرة أيها الكرام الفضلاء لأن مالكاً قد قال كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر والعبرة في النهاية هي الدليل العبرة في المسألة هي الدليل عند أبي داود بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي طالع مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج هي وزوجاته عليه الصلاة والسلام قالت كنا إذا حاذ بنا الركبان أرخت إحدانا جلبابها من فوق رأسها على وجهها إيش معنى هذا أيها الكرام الفضلاء إذا حاذ بنا الركبان يعني الأجانب الرجال الأجانب إيش حيشوفونا قال فإذا مروا رفعت إحدانا يعني ممكن تنقعد كمان حتى حنا إيش ونحن مغطيات رؤوسنا حتى وإن لم يكن حولنا رجال إيش أجانب والرخصة في إيش في أن ترفع وضحت هذا الحديث من فوائده أنه فيه تغطية وجه المرأة عند حضرة الرجال إيش الأجانب والأمر الثاني أنها تغطي الوجه ولو في غير حضرة الرجال الأجانب ويترقص لها في أن إيش في أن تكشف إذا كانت في حضرة نساء أو في حضرة محاريمية من إيش من من الرجال الأمر الآخر أن امرأة كعند ابن أبي شيب وغيره قالت لعائشة هيا بنا نطوف قالت وكانت عائشة تطوف حجرة النساء يعني بعد أن يفرغ الطواف من الرجال وحجرة يعني مكان محجور بعيد وحجرا محجورا فكل هذا يا أحبابي الكرام الفضلاء يدل على أن المرأة تغطي وجهها هذه واحدة الأمر الآخر في حضرة الرجال الأجانب هنا أجمع على التغطية قالها أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافع رحمة الله على الجميع والأمر الثالث وإن كان في زمن فتنة كما نقل الجريري في الفقح مثاب الأربعة هنا يتوجب التغطية إذا كان الزمان زمان فتنة هنا يجب إيش؟ يجب هنا التغطية فلا مدخل لأحد وإن كلمة اختلف العلماء في هذه المسألة لا ينبغي أن نأتي لسقطات العلماء وأقوالهم المرجوحة فنقوم بماذا؟ بنشرها وبثها بين الناس ولا تجد مسألة العلماء ما اختلفوا فيها لا تكتجد مسألة لم يختلف فيها إيش؟ العلماء أو لم يختلف حتى فيها؟ الصحابة رضي الله عنه أرضه أما ترى أن أبا هريرا لما قال من صلى على الجنازة له قيرات ومن تبيه حتى توار له قيراتان والقيرات كالجبل العظيم أما ترى أن أبن عمر لم يسمع الحديث فذهب لعائشة ليستقصي منها؟ قال الكنام اللي يقول أبو هريرا قالت نعم قال فرطنا في قرارية كثيرة إذن يخفى العلم ولا ما يخفى؟ أما ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص بعض الصحابة بالعلم دون بعض كما خص معاذا بحديث عظيم جدا هو حديث فضل حديث أتدري ما حق الله على العبيد وحق العبيد على الله قال ألا أخبر الناس قال لا فيتكلوا قال فأخبر به عند موته تأثما أي معنى تأثما أن يأثم عند كتم عند كتم العلم وهذا فيه أن يجوز للإمام ويجوز للشيخ أن يخص بعض طلابه بالعلم دون دون بعض فهذه مسائل لابد أن تأخذها على بق ثم لو كان الأمر أن المرأة تكشف الوجه إلى غير ذلك فلماذا الشارع يأمره عند خطبته أن ينظر لوجهها لو جيك الريزونز الآن لو هو يراها في كل مكان ويش يستدعيني يروح يقول له إيش إن كنت أنظر إليها عند الخطبة أنا ظرت إليها قال لا قال أنظر إليها عسى يؤدم بينكما فلا شك أن الشارع يرخص لما كان محظوراً الشارع يرخص لما كان قبل ذلك إيش محظوراً ثم لو كان الأصل في المرأة أن تكشف الوجه أن تكشف الوجه ويقول كرن في الظلام لماذا أمرها الشارع عند الإحرام أن لا تنتقب وأن لا تلبس القفازة إيش معنى هذا؟ معنى أن هي كانت فيه وهي حلال بتنتقب وتلبسيش تلبس القفازين والدليل على ذلك أنه من حديث ابن عمر في الإحرام أنه قال لما يلبس المحرم يا رسول الله قال لا يلبس العمائم ولا البرانس ولا القمص ولا السراويلات ولا الخفين إلا أن لا يردن عليهم طيب الخمسة أشياء هذه هل هي ممنوعة منك وأنت حلال؟ إجماعاً واتفاقاً كان يلبسون العمائم ويلبسون القمص اللي هي اللي سموها الثبأ والجلبية في بعض البلدان ويلبسون الخفاف والنعال صح ولا موسى؟ فلما منعه منها وهو حلاء وهو محرم دل أنه كان هو حلال أنه يجوز له أن يلبسها ولما جاء الرجل المضمخ بالطيب عليه جبة مضمخة بالطيب كما عند البخاري وغيره فقال أزل عنك الطيب وأنزل عنك جبتك فدل أنه أصلاً يجوز له حلال أنه ماذا؟ أنه يتطيب هذه أمور يا أخوان واضحة الدلالة لكن انتبهوا أنتم في زمان في فتن فعليك بالعتيق الأولي كما قال السلف عليك بالعتيق الأولي والكلمة دي نكتبها بماء القلب يقول بالمسعود عليك بمن مات فإن الحية تخشى عليه الفتنة وخير من ذلك كله روى مسلم في صحيحه كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك وفي رواية بالجمع يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك هذا دعاء من يدعوه؟ النبي عليه الصلاة والسلام إذن نحن من باب أولى أيها الكرام الفضلاء